موهبة قرآنية مميزة من بين مواهب عديدة سلطنا الضوء عليها في تقارير يومية أيام الدين فخر الدين عمره 12 عاما يحفظ القرآن الكريم كاملا وبعض المتون العلمية ويتميز بحفظه كذلك لأرقام الصفحات والآيات ومهارات عديدة سنحاول اكتشافها معا في اختبار يجريه مع فضيلة الشيخ محمود عكاوي تفضل فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله هذا فضل من الله عز وجل أكرمه به لولدنا أيام الدين وسوف أتوجع إليه ببعض الأسئلة من كتاب الله عز وجل وأسأله مستفتحا ببسم الله تعالى اقرأ يا ولدي من صفحة 164 مئة وأربعة وستون مئة وأربعة وستون اعطنا رأس الآية رأس الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية والصفحة حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أحسنت الآية وسط الصفحة وجاء السحرة فرعون والآية آخر الصفحة وألقي السحرة ساجدين رقم الصورة طيب رقم هذه الآية آخر الصفحة مئة وعشرون مئة وعشرون مئة وعشرون صحيح رقم الصورة سبعة صورة الأعراف صورة الأعراف نزل في مكة المكرمة ولها مئتين وستة آية صورة الأعراف يبدأ من جانب يسار وينتيه في جانب يمين وهو يبدأ من صفحة مئة واحد وخمسون وينتيه في صفحة مئة ستة وسبعون وهذه الآية في جانب يسار رقم الجزء الجزء التاسع ورق الثاني من هذه الجزء وفي هذه الصفحة ستة عشر آية الكلمة الآخرة التي في الآية أول الصفحة إسرائيل والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة الغالبين والكلمة الآخرة التي في الآية آخر الصفحة الساجدين طيب اقرأ من قول الله تعالى حقيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين حسبك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ونقول للإخوة المشاهدين حينما يسمع مثل هذا النوع أن يقولوا ويكثروا ما شاء الله طيب اقرأ من الصفحة 286 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية أول الصفحة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الآية وسط الصفحة وإذا قرأت القرآن والآية آخر الصفحة وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا رقم السورة 17 سورة إسراء سورة إسراء نزل في مكة المكرمة ولها 111 آية سورة إسراء يبدأ من جانب يسار وينتي في جانب يمين ولها 6 أوراق وهو يبدأ من صفحة 282 وينتي في صفحة 293 وهذه الآية في جانب يسار رقم الجزء الجزء الخامس عشر ورق الثالث من هذه الجزء والورق الثالث أيضا من سورة إسراء الآية أول الصفحة الكلمة الآخرة التي في الآية أول الصفحة مدحورا والكلمة الآخرة التي في الآية وسط الصفحة مستورا والكلمة الآخرة التي في الآية آخر الصفحة جديدة حسبك ما شاء الله تبارك الرحمة طيب أيام الدين هل لك أن تعطينا الآية قبل أربع صفحات رأس الصفحة قبل أربع صفحات من جانب يمين من جانب يمين الآية أول الصفحة ثم إن ربك للذين عملوا السوء ومن جانب يسار سبحان الذي أسرى بعبده نعم والآية وسط الصفحة من جانب يسار أدعوا إلى سبيل ربك وآخرها إن الله مع الذين اتقوا والآية ومن جانب يسار الآية وسط الصفحة فإذا جاء وعد أولاهما وآخرها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم رقم الصفحة من جانب يسار بائتين إثنين وثمانون ومن جانب يمين بائتين واحد وثمانون حسبك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طيب اقرأ من قول الله تعالى وقل لنا رقم الرقم الآية واسم السورة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ما رقم هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رقم الآية ستة وتسعون لا ليس ستة وتسعون سبعة وتسعون سبعة وتسعون رقم الصفحة مئة وأربعون صحيح رقم السورة ستة سورة الأنعام سورة الأنعام نزل في مكة المكرمة ولها مئة خمسة وستون آية سورة الأنعام يبدأ من جانب يسار وينتيه في جانب يسار أعضاء وهو يبدأ من صفحة مئة ثمانية وعشرون وينتيه في صفحة مئة وخمسون وهذه الآية في جانب يسار الآية أول الصفحة إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى الآية وسط الصفحة وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً والآية آخر الصفحة مَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طيب بسم الله ومشاء الله هل قرأت لنا من أول الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ سمعنا أنك تحفظ متن الأربعين نووية هل لا أسمعتنا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك علمنا أنك تترجمه إلى أربع لغات عَنْ أَبِي عَبَدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم ما شاء الله فتح الله عليك وبارك الله بك ونفع بك إن شاء الله وكنت بإذن الله تعالى نبراسا لمن في عمرك ليقتدي بك في حفظ كتاب الله عز وجل